أهلا بحضراتكم من جديد ومعانا تليفون كابتن من كباتن نادي الزمالك هيكون معانا على التليفون نتكلم معاه عن ما يخص لقاء الزمالك وكمان نتكلم معاه عن منطقة بمصر الزمالك بيجهز بشكل كبير جدا للقاء بكرة ماشي بشكل قوي جدا في انتقادات كانت عن اللقاءات اللي فاتت واتفقنا مع بعض ننحي أي انتقاد على جنب نبعد أي مشاكل على جنب بنحاول نركز في الدعم ادعم فريقك ادعم نديك خليك في ظهر فريقك طبعا كده كده جمهوري الزمالك في ظهر فريقها للنهاية ولكن اصبر لبكرة هيحصل ايه؟ أنا كلنا قاعدين من النهاردة بنجهز بكرة نفرج عن موتش ازاي تحديد الموتش ممتع وقوي جدا جدا بين الزمالك والإسماعيلي وزي ما قلتلكم أي حد عنده فرصة يكون موجود في الاستاد ما بيأخرهاش احنا هنا كإعلاميين نادي الزمالك وخناة الزمالك لما بيكون في فرصة يجي لنا شغلة وفي اللقاء زي كده ما متأخرش لأ ده أنا رايح ليه هتروح تستمتع وتعيش أجواء مهمة جدا جدا ذكرات كبيرة جدا بين الفرقتين تاريخ كبير جدا بين الفرقتين هتشوف جماهير هنا وجماهير هنا الواحد وحش ويشوف جماهير للفرقتين جماهير تهتف لكل نادي وعادة عادة والعادة بين جماهير الزمالك وإي جماهير جماهيري اللي احترام وده المهم بكرة اهتف لفريقك ابعد عن أي كلام ابعد عن أي منواشات ابعد عن أي حاجة هدفنا إيه الزمالك يفوز هدفنا إيه الزمالك يحقق ثلاث نقاط ده هيجي ازاي بالتشجيع بالتعب بالحماس بالقوة طبعا ده كله ده كل الكلام ده بيصب في مصلحة مين مصلحة منتخب مصر منتخب مصر اللي بيجهز بشكل قوي جدا جدا للفترة الجاي منتخبنا الأول اللي يعني طالب مدربة بورتغالي فيتوريا جهاز المعاون إعداد قائمة مطولة تضم اللاعبين محترفين في الدوريات العربية والأوروبية لم يبلغ عمرهم خمس سوى عشرين عام تمهيدا لمتابعتهم وضم المناسب منهم لمعسكرات منتخب المقبلة أنا سعيد أكتر إنسان في العالم تقريبا بالخبر ده بجد ليه؟ إن أنا عارف وحضرتكم عارفين إن فيه لعيبة مصريين ومعاهم جنسيات مصرية كتير جدا محترفين وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة بنحاول نوصل لهم وفيه بنعرف وفيه لأ هو مرموش ده كان حد شافه زيدان لما من كام سنة جيه مع حسن شحات حد كان فكره فيه لعيبة والله ما نعرفها بندور عليها فيه بدأ يظهروا مع منتخبات الشباب واللعيبة عايزة تكون موجودة مستني بس حد يقول له يلا مستني حد يقول لأ ما احتاجينك تكون موجود وهو ده اللي احنا ما احتاجينك فيتوريا شغال عليه وهو مندهش من وجود العدد كبير من اللعب المصريين في الخارج دون الاستفادة منهم خاصة في ظل تركيز الإعلام على عدد معين من المحترفين ده لا بتكلم عليه احنا بنحاول نوصل لهم طلب بضرور الفتح نافذة اتصال مع هؤلاء اللعبين والاهتمام بيهم وده كلام محترم جدا جدا من مستر روي فيتوريا احنا بنتكلم كمان خلينا اقول لكم قائمة نادي الزمالك للقاء الغد القائمة لسه معلنة حالا من مستر فريرة بعد التدريب على طول القائمة تضم في حراسة المرمع محمد عواد ومحمد صبحي في خط الدفاع عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري حمزة المسلوسي احمد فتوح وعبدالله جمعة عودون احمد يا عبدالله كمان خط الوصف محمد اشرف رؤى متواجد والسيسي موجود دونجة موجود امام عشور ويوسف ابراهيم اوباما سيد عبدالله نمار وسيف جعفر وشيكبالا واحمد مصطفى زيزو اما عن خط الهجوم فموجود بالتأكيد سامسون ويوسف اسامة نبيه وسيف الدين الجزيري قائمة الزمالك انا شايفها محترمة جدا فيها بعض الاسماء انا شايف قائمة قوية لسه نضاي مش موجود لسه شالبي مش موجود ولكن انا شايف قائمة مناسبة للقاء اللعيبة كلها قوية اللعيبة كلها دولية في كل خط عندك لعيب دولي عندك في خط حراس مارمال اتنين حراس منتخب في خط الدفاع عندك كل لعب منتخب عندك حسام لعب منتخبات شباب ونضم لمنتخب الاول عبدالغاني نفس الكلام الزناري نضم وشارك قبل كده مع الشباب وهيكون موجود في الفترة اللي جاية المسلوسي منتخب تونس فتوح منتخب مصر عبدالله جمعة لعيبة عنده خبرات كبيرة وايضا لعب دولي قبل كده في الوسط نفس الكلام كل اللعيبة كل اللعيبة دولية كلها لعيبة عندها خبرات انا شايف بكرة ان شاء الله الزمالك قادر بالاسماء دي يفوز بس لعبتنا نعمل السهل بقى عالة في ساعة الكورة بالكمة عندك ايه لعب انت السهل نستغل من اول ثانية نستغل هتاف الجماهير والضغط الجماهير اللي هيكون موجود من اول لحظة ونضغب معاهم نكافح معاهم قايمة امام حضراتكم وان شاء الله بكرة الزمالك يتقلق ويتعملق من جديد ومدرسة الفن والهندسة تفتح ابوابها كما عودتنا في اللقاءات الكبيرة عندنا لعيبة في القايمة دي بتتقلق في اللقاءات الكبيرة والله العظيم عندنا لعيبة يا جماعة بتتقلق في اللقاءات الكبيرة وهويتها اللقاءات الكبيرة مش هو الاسماء عشان انتوا عارفانهم كلهم اغلبهم بنسبة تسعين في المية وقلت وهفضل اقول الزمالك بيتميز بحاجة مهمة جدا جدا وهي الاعمار معدل الاعمار داخل الزمالك حلو جدا مناسب للفترة اللي جاية انت بتبني للسنين اللي جاية مش مجرد عامل مجموعة علشان تلعب موسم وتجري مش جايب لعيبة تلعب دوري والطير مش جايب لعيبة تخلص لك ماتشو لا خالص انا جايب لعيبة تعمل مشروع زمالكاوي كبير مكس بين ولاد النادي من ناشئين ومن خبرات ولاد النادي من ناشئين اه زي سيف فروق جعفر وسيد نمار وحسامة عبد المجيد ويوسف وقسامة النبيه وغيرهم من ناس اللي شاركة وحفظنهم اسماء كتيرة جدا 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 ولاد النادي وعندها حمية النادي ولسه عمر سنية ما شاء الله ليلا نيجي على الخبرات من ولاد النادي ابرازهم شي كبال عمر جابر اسماء كتير يا معا اسماء كبيرة جدا جدا اوباما اسماء كبيرة بص عندك خبرات هنا وخبرات هنا عندك بقى اللعيبة اللي في مرحلة التوهج وفي السن المناسب عندك زيزو عندك فتوح عندك إمام عندك دنجة عندك روقة عندك عندك كتير كتير سيقول براحتك قول قول زي ما انت عايز سيف الجزيري براحتك قول اسماء براحتك ولكن ان شاء الله بكرة الملعب هو اللي هيفصل والزمالك قادر على ثلاث نقاط اسف انرجعت تاني مرة للزمالك ولكن القايمة اعلنت فكان لازم اصلاحها على حضراتكم